الرفق والموظف يطلب منه الرفق مع المراجعين وأصحاب الحاجات أولاً ولا يشق عليهم بمطالب غير ضرورية فيضطرهم لتعطيل مصالحهم ثانياً ويحرجهم في أوقاتهم ثالثاً أو يشق عليهم في تطويل مدة انتظارهم رابعاً ومن أهم الفئات التي يجب الرفق بها في العمل الأطفال والنساء خامساً ولا يعني الرفق بالموظفين التساهل في تطبيق النظام وتشجيع التسيب الإداري بل هو حسن المعاملة ورحمة الناس فلا بد من الحزم مع الرفق سادساً كما قال عمر رضي الله عنه إن هذا الأمر الخلافة لا يصلحه إلا الشديد في غير عنف اللين في غير ضعف الجواد في غير سرف الممسك في غير بخل فكان ابن العباسي يقول ما جتمعت هذه الخصال إلا في عمر